شابتر فور هذا اللي احنا ناخد نهوش في المرة الماضية Introduction to Molecular Symmetry Symmetry is important Symmetry التماثل التماثل في المراكل كثير طلاب تخرج ما يعرفش يعني Symmetry وقال ايش تقود Symmetry وشو فوائد Symmetry is important at molecular level على مستوى الجزيات within crystalline system على مستوى الكريستال كاملة مش بس موليكول واحد in discussions of molecular spectroscopy اللي مناقشة المطيافية بشكل تفصيلي هناك رح تخذو calculation of molecular properties ايضا حسابات الخواص الجزائية Molecular Symmetry properties are not the same in both of them يعني هذا المركب وهذا المركب طلعوا هذا المركب عبارة عن بورون عندي درد فلور ثنتين ثلاث هذا المركب فلور ثنتين والثاثة بدناها بهايدروجين بيقول لي هذا المركب يختلف عن هذا المركب يختلف تماما في السمتري هون مثلا الزوايا 120 كلها لكن هنا في هاي الزوايا 118 وهي الزوايا 121 هذا المركب خواص التماثل فيه تختلف كليا عن خواص التماثل في هذا المركب طيب انا ايش استفيد من من التماثل او من السمتري انا استفيد انه اوظفه بكرة في الابليكيشن تبعه هل ينفع دواء للبكتيريا الفلانية هل ينفع دواء للفطر الفلاني للفيروس الفلاني حسب الشكل تبعه يصنف استخداؤه فمش كل المركبات الدنيا بتقاوم الامراض لكن حسب شكلها طبعا تتوظف هناك إذن هون يقول السمتري بيعطيني عدد يعني معين ممكن مركبين ثلاثة أربعة لا يمكن تمييزها عن الأصل يعني هذا المركب مثلا لو انا لفيت هذا الفلور هون وعلي الفلور اوديتها هناك وهذه الفلور لفيتها هناك يعني زوائي 120 درجة الآن اللفة الأولى انه الفلور هذا اللي معه نجمة رح يجي هون المركب الجديد اللي هو صار هيك ب F اللي مع نجمة صار هون و F هاي صارت هون و F هاي صارت ترى هذا المركب يختلف عن هذا المركب تمام لكن لا يكون تمييزه عن الأصل هذا معنى In Distinguishable Configuration عدد لا يمكن تمييزه من التوزيعات أو من الأشكال عن الأصل طيب Group Theory is the Mathematical Treatment of Symmetry Group Theory إحنا إذا عرفنا نطلع Group Theory أوقف شرح Group أو Bourbon سري Point Group بوينتو جروب هي جاية من مين من Group Theory The Group Theory هاي نظرية نظرية تعبر عن السيمتري بلغة رياضية تعبر عن السيمتري عن التماثل بلغة رياضية The Fundamental Language of Group Theory is الأساسيات تاعة هذه النظرية Symmetry Operator Symmetry Element Symmetry Operator عمليات التماثل Symmetry Element عناصر التماثل Point Group اللي هي نقطة الدوران أو مجموعة أو نقطة المجموعة أو مجموعة النقطة ملاش ترجمة عربية يعني Character Table جدول اللي هو جدول الخلاص أو ملخص خلاص التماثلية في هذا الموليكيور طيب الآن هذا الموقع رح أرجع له و رح نشطل عليه كثيرا نبدأ بأول موضوع قلنا هنا أول موضوع إيش هو Symmetry Operator و Symmetry Element نبدأ بSymmetry Element و Symmetry Operator Symmetry Element ما معنى Symmetry هذا أول مسترح همني أنا Symmetry Element عناصر التماثل هي عبارة عن إما أن تكون نقطة أو خط أو مستوى إذن أنا ستماثل ثلاثة هي إما نقطة أو خط يقطع المركب أو مستوى على المركب That is Symmetry Operator is carried out within it والتي من خلالها نعمل عملية التماثل البوينت أوضح بكثير إذن Symmetry Element هي بارة عن نقطة أو خط أو مستوى موجودة على المركب النقطة دائما تكون Invergence Center اللعن بسميه Infold Axis والبلين أسميه Reflection إنعكاس هذاك Infold Axis محور دوران نحن Symmetry Operation عمليات التماثل Is an operation performed on an object هي عملية نطبقها على مركب معين which leaves it بعد ما نطبق هذه العملية على هذا المركب راح تتركه in a configuration بتوزيع أو بشكل that is indistinguishable الذي لا يمكن تمييزه from the original configuration عن الشكل الأصلي and super impossible on it و super impossible هذا المصطح كما راح يمر معنا هون اليوم إن شاء الله اللي هو لا يعني غير متطابق عليه بشكل كابل أو يعني راح نشوفها أحسن super impossible في عندي non-sober impossible وفي super impossible خليني أخذ أفهم هذول الثنتين من خلال هذا خلال هذا المركب أو خلال هذا المثال بي أفي ثري حطيت خط تحت هذه الفلور الزاوية ما بين هاي الفلور وهاي الفلور 120 درجة بدي ألف المركب 120 درجة أجيب الفلور هذي اللي تحت خطوين هون بسمي هاي الحركة هاي الوبرائشن بسميه C3-1 طيب الآن ركز معي لما لفنا هذا المركب جبنا الفلور هاي هون هاي هاي احنا لفنا 120 درجة طيب الدائرة كان لك 360 فأروح نكتب 360 تقسيم الزاوية اللي انت لفت فيها المركب أنا ما لفيته 90 وأنا لفيته 108 لفيته 120 فأروح أقسم على 120 رح يطلع معي ال-Infold C3 طيب إذن 3 يعرفنا كيف جبنا 1 إنه لفنا مرة واحدة طيب لو بدي ألفه كمان مرة بسميها C3 للمرة الثانية مش التربية هاي فراح يجي الفلور وين في هذا المكان طيب لو حبيت رجع زي ما كان يعني بدي ألف لفة ثالثة هيصير اسمه C33 هيرجع زي ما كان طيب C33 أو أو هنقول عنها CNN 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 هي نفسها E هي نفسها E و E هو Symmetry Element اسمه Identity Identity يعني المركب ألفه 360 درجة وال identity موجودة في جميع مركبات الدنيا أركزوا معي بدي أفرق بين Symmetry Element و Symmetry Operation لما أحكي C31 أو C32 أو C33 أنا أحكي عن Symmetry Element لما ألف المركب أحكي عن Operation إذن Operation هي عملية التدوير نفسها أسميها Operation لكن إني أطلق على هذه العملية رمز C3 هذا C3 كرمز اسمه Symmetry Element فهم يعني وجهين لعملة واحدة إذن Symmetry Element هون C3 1 C3 2 C3 3 عملية الRotation نفسها أسميها Symmetry Operation أسميها Symmetry Operation مرة ثانية أنا بدي أجيب هذا الـ F مكان هذا الـ F عشان أعطيك مركب هذا المركب Indistinguishable عن هذا المركب يعني لا يمكن تمييزه عن هذا المركب تقدر تميزه لو أني لم أضع خط لا هو نفسه floor 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 هذا floor 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 بالتالي هذا معنى Indistinguishable from the origin هذا اسمه origin وهذا الشكل الأول الشكل الثاني كمان لا يمكن تمييزه عن الأصل ولا عن اللي قبله إذن هذا أسميه أسميه تماثل أسميه تماثل Super Imposable شيئا Super Imposable لو أنا قصيت هذا المركب قصيت هذا المركب ورح تحطيته فوق هذا المركب هلاقي هاي الأف تيجي فوق هاي الأف وهاي الأف تيجي فوق هاي الأف وهاي الأف تيجي فوق هاي الأف وبالتالي هذا متطابق تماماً على هذا المركب بسميه Super Imposable مش أنا أثني الورقة من هون وأكبسهم على بعض أطعجهم على بعض لا إنه أنا أقص هذا المركب قص كامل وأشيله أحطه فوق هذا المركب إذا انطبق عليه تماماً من غير لا زيادة ولا نقصان ولا رابط جديد طالع بزاوية مختلفة هذا أسميه Super Imposable Super Imposable With Original Configuration تمام؟ مرة أخيرة إني أنا ألف المركب هذا 120 درجة أحصل على هذا المركب ألف كمان هذا المركب 120 درجة أحصل على هذا المركب بالإفتجي هون بل إف كمان 120 درجة بحصل على هذا المركب C33 هي 360 درجة دائمة C44 C22 C55 كلها هاي أسميها Identity ورمزها E و E تعني إنه أنا لفت المركب 360 درجة وحكينا في جميع مركبات الدنيا موجود هذا Identity إذن هذا أول وأهم وأهم شيء في السيميتري إن أنت تحدد أحدد عندي Lime هذا عبارة عن خط يا جماعة هذا Lime وين موجود؟ موجود هون الخط موجود وين؟ هون الشكل عامودي أنا مش قدر أرسله هذا عامودي على المركب بحيث لما ألف حوله بيكون بيكون عندي التدوير بهذا الشكل أنت لفت وين لفت؟ لفت على هذا السنتر إذن هنا فيه خط هذا الخط يسمينا C3 ومعلاش أنا بدي أدخل على الموقع اللي قبل شوي وأفرجيكم عليه شوي يعني C3 شوي يعني C2 وشوي يعني إذا بس عشان أنا مش حافظ الموقع تماني علي نزمعنا الضمعنا الموقع اشتركوا في القناة 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 لما أضع عليه صح أعطاني وين هو السي ثري وين هو اللاين اللي مر في المركب بحيث لف المركب حوله يعطيني سي ثري سي ثري رتيش تمام إذن هذا المركب لاحظوا لأن لو لفت هذا المركب حول هذا الخط حول هذا الخط لفته مئة وعشرين درجة راح تجي هاي الذرة مكان هاي الذرة وهاي راح تجي هون وهاي راح تجي هون وبالتالي صار عندي سي ثري طيب خليني أشوف بس لحظة تفتحوا هاي هاي تمام تجي سي ثري روتيشن بقوله لف للمركب شايفين يلف المركب بحيث مختلف المركب بعد عملية الدوران عن قبل عملية الدوران هذا معنى indistinguishable structure from the origin مرة ثانية بدك تلفوا أعمل هون هاي طلع هاي لفينا خليني أتابع هاي خليني أتابع هاي دعم الرتيت شوفوا هاي ماشي هون هاي أجت هون وهاي أجت هون هاي إذن هاذا هو السي ثري هاي السي ثري بالعكس هذا المركب بديش سي ثري بشير الصح راح السي ثري شوفي كمان شوفي كمان سيمتري هون في عنده سي تو ورتيشن عنده ثلاثة سي تو عنده ثلاثة سي تو بقوله تعطيني السي تو الأولى هيقولي السي تو الأولى ماشية مع هاي الرابطة طلع لف المركب زي ما بدكوا طلع راح شايفين ها اكبس أي مكان وحرك الماوس راح يجيك هذا الشكل لان السي تو انه أنا ألف المركب مئة وثمانين درجة طب وين هي المئة وثمانين درجة يلا لف هاي راح تجي هناك حول مين حول هذا الخط اللي هو سي تو إذن إذن إنه هذا المركب مش والله أقول هيك أجا مجاش هيك ترى أجا قلب كامل يعني هذه راحة هيك وراحت لهم هاي مئة وثمانين بدأت ترجع هاي مئة وثمانين من تحت وبالتالي في عندي هذا السي تو وعندي كمان سي تو آخر وينه مع الرابط الثانية بحيث أنا ألف هاي لهون هيك قلب مئة وثمانين درجة مش زاوي مئة وعشرين زي قبل شوي يعني مرة ثانية المئة وثمانين يا جماعة هاي المئة وثمانين إنه أنا أجيب هذا المركب هون مش بهاي الطريقة هي طلعها طلعها أنا بدأ جيب لكم السي تو هاي طلعها هاي مئة وثمانين درجة لكن اللي قبل شوي هاي دخلين نشيل هذول معلشان ما تتخربطوا فيهم السي ثري اللي قبل شوي شوفوا هم بدأ جيبه على جهة عين إذا دائما أول عشان تعرف الزاوية حط هذا السي باتجاه عينك هيك بهاي الطريقة ها وقل له اعمل روتيشن عمرنا شوفوا لف هاي لهون مئة وعشين درجة لا تخلي السي ثري لكن او بدي اشيل هشان ما تتخربط لو بدي السي تو اقول له هاي السي تو هاي جيبها باتجاه عينك طلعها ها جيبها باتجاه عينك هيك وقل له اعمل روتيشن شوف مئة وثمانين درجة وليس مئة وعشين فانتبهوا لقضية التخيل لأن هذا السيمتري كله تخيل والفيرست في عينوارغانك طو كله سيمتري كله واذا انت مش فهم كيف تعمل سي تو و سي ثري متميزش بينهن اعتقد كثير خمسة ستة بالفيرست رجيب فعشان هيك قضية مهمة جدا عشان هيك انا بدي اخذ حالة ليحيتي هون واشرح لكم اياها بشيء من التفصيل طيب هذا السي تو الاول السي تو الثاني كم سي تو قال لك عندي ثلاثة سي تو هاي الثاني هون مع هاي الرابطة طلعوا هاي طبعا بدك تجيبه اتجاه عينك او قريب من عينك وقول له اعمل روتيشن شوفوا جابه مئة وثمانين درجة كمان سي تو الثالث رح يكون عندي مئة وثمانين هاي سي تو رقم ثلاثة هاي 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 فين بالتالي عندي هذا السي تو وعندي هذا السي تو وعندي هذا السي تو وغالبا غالبا او قبل غالبا هلا عندي انا عندي نوعين من السي صح عندي سي ثري هاي هاي سي ثري والسي تو عمودي عليه السي تو شماله عمودي عليه السي ثري الان من اكبر ثلاثة ولا اثنين اكيد السي ثري اذا بسميه برينسبل روتيشن اكسس محور الدوران الرئيسي برينسبل روتيشن اكسس وغالبا اذا حددت برينسبل روتيشن اكسس في مركب مثلا سي ثري دور على ثلاثة سي تو عمودي عليه غالبا وليس دائما اذا كان البرينسبل روتيشن اكسس سي فور هيكون عندي اربعة سي تو عمودي عليه اذا كان سي فايف هيكون خمسة سي تو اهركة طيب خلينا اشيب الصح اللي هنالون اذا هذا هو المركب تضغط في اي مكان وبدك تتخيل لازم هذا المركب على مستوى الورقة سهل جدا ما فيهوش شي سي ثري قلنا عمودي هون هاي جاب الكياه بهاي الطريقة كايفين يعني جابه بخط بسيط جدا مرة سوي نقطة طلعوا هيك نعمل نقطة لكن هيك عبس عشان نوضح الكوية احرك ازاي مية وعشرين هاي هاي مية وعشرين بدك بالعكس هاي بالعكس هاي مية وعشرين لان سي تو مرة ثانية هاي واحدة من السي توس هاي بده اشير السي ثري هاي سي تو طلعوا ها اجيب هاي بالتجاه عيني واشوف كيف سي تو ها هاي سي تو مية وثمانين درجة لانه ثلاثمية وستين على مية وثمانين يسأل اثنين وبالتالي سميتها سي تو برجع هذا الرابط موجود هون عندكم في الشرح برجع اعمل شير لباوربوت هاي موجود عندكم بالشرح هذا الرابط ياريت تدربوا عليه بشكل تفصيلي اذا هذه هي السيمتري المنت والسيمتري اوبريشن طبعا ناخذنا مثال واحد على اللاين اخذنا سي ثري في سي تو في سي فور فايف الى اخرين رح ناخذهن اتباعا ان شاء الله في عندي البوينت فقط هي نقطة واحدة انفيرجن لكن مشكلتي في البلين دائما ما عدت الله بلين مستوى طبعا هون اكتب لي proper rotation axis رفليكشن ما رح اخذها ناخذ proper rotation axis لانه هذا rotation زي ما حكينا symmetry operation of in fold axis of symmetry طيب the symmetry element is denoted by the symbol cn in which the angle n is 360 على ثلاثة مثلا يساوي 120 فالزاوية 120 او اقسم 360 على 120 يساوي كم يساوي ثلاثة وهكذا c2 هيكون 180 c3 120 c4 90 الاخرين bf3 اخذوا مثال وحكينا انه الprincipe rotation axis هو مين هو c3 وفي عندي c2 عامودي عليه زي ما احنا شايفين هون لكن الموقع اوضح وافضل من الرسمة اللي انا ارسمها the highest value of in هذه النقطة اللي بديها is called principal axis principal rotation axis so c3 is principal rotation axis in bf3 لو اخذنا هذا كمثال xef4 xef4 هو so square planner the principal axis is c4 axis but this also coincides with c2 يعني xef4 هذا رح يكون شكله على شكل مربع وهذا المربع في c4 ودائما بدنا c4 يقول لي coincide with c2 يعني c4 ماشي معه c2 عمودي مش عمودي معه ماشي بنفس الاتجاه وهذا رح نشوفها على الموقع هسا دور القريب اذا لقيته ما لقيته انهينا من حاضر اليوم ان شاء الله بس خليني ادور على على xef4 ثواني انتظر اذا لذى اذا ذح اذا اذا غريفين اوضف اذا ذاكو اذا تم اندارا اذا كان الان يمكن اندارك اذا كان الان يمكن ان اوضيف مقدس تماما ندورو لكم عين المرة الجاية إن شاء الله تعالى ونشوف لكم إياه XCF4 عبارة عن مربع تمام فيه C4 عمودية زي منه C3 عمودية هذا المركب كمان هذا على مستوى الورقة وهو من أبسط الأمثلة اللي معانا إن شاء الله تعالى أوقف الفيديو اللي عندكم